الكتاب المقدس يتحدث عن الرب يسوع المسيح وأنه شمس البر لكن ما هو أوجه الشباه بينهما الشمس مصدر للنور تنير كذلك المسيح ينير الحياة والعقل والقلب والفكر والمستقبل الشمس تحي هناك نباتات كثيرة أعطاني الرب دراسة في الزراعة قبل أن يشرفني بالدعوة للخدمة ودرست عن نباتات كثيرة يتوقف نموها ووجودها واستمرار حياتها على أشعة الشمس فالمسيح واهب الحياة مكتوب عنه لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد في سفر الأعمال الرسل أصحاح السابع عشر الشمس أيضا ليس فقط تحي وتنير إنما تدفئ الدفء والمسيح يعطي دفء دفء نفسي دفء جسدي لكل من يلتصق ويرتبط به ما ننساش أيضا إن الشمس تمنح مناعة هناك أمراض كثيرة يمكن بالتعرض للشمس التخلص منها وكذلك المسيح يعطي مناعة ضد الشر الموجود في العالم إذن فهي تحي وتنير وتدفئ بل أيضا تطهر لماذا يحرص الفلاح الغيط عملية الحراثة الحرث التي تتم لكي تتخلل أشعة الشمس خطوط الأرض وتطهر الأرض تماما من أي جراثيم هكذا المسيح يدخل حياتنا ونسمع الكلمات العظيمة في رسالة يحنى الرسول الأولى الأصحاح الأول والعدد السابع ودم يسوع المسيح ابنه أي ابن الله يطهرنا من كل خطيئة